جددت مصر الإعرابة عن الأسف لعرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وخلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق أن تمتع دولة فلسطين بالحق في العضوية الأممية الكاملة سيكون الدعم الأفضل لحل الدولتين الهدف لإنهاء الصراع الفلسطينية الإسرائيلية تعرب مصر مجدداً عن أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقد للحيلولة دون تمتع الدولة الفلسطينية المعترف بها من أكثر من 140 دولة بمكانة متساوية كغيرها من الدول بالأمم المتحدة كما تؤكد مصر أن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة هو أفضل الدعم لحل الدولتين بل إنقاذ لهذا الحل وإقرار أممي بوجود دولة فلسطين متساوية مع إسرائيل وغيرها من سائر الدول الأمر الذي سيكسب عملية السلام المأمولة دعماً هي في أمس الحاجة إليه خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بينما نحاول إحياء الأفق السياسي وإيقاف الحرب المدمرة الراهنة في قطاع غدل